قدامك ثلاث اختيارات ترد بيها على كل جملة هقولها أوافق أرفض استثناء هيوقف العد التنازولي عندك خمس ثواني بس إنك تختار موافق أو بترفض أو استثناء استثناء أعقب يعني جاهز؟ جاهز؟ جامد؟ أنا معاه ربنا ونعم بالله الفنان بيدفع ضريبة قراءه الشخصية موافق علاقة الفنان بالنظام بتصب غالباً في مصلحته استثناء هتيلي حاجة أنا غنيتها للنظام لا مش أغاني أنا بقول علاقة بقول مبدأ وبعدين هنا الجمل دي مبدأ تمام مش محمد فوري تمام أولاً أنا مليش علاقة بالنظام اللي فات نهائياً أنا ضده في الأغاني كمان اللي فات دي على طول اللي فات على طول ولا اللي قابله اللي قابله بتاع السادة الرئيس حسن الموارد الاتنين اللي فات عندي كومنتات كتيرة جداً جداً وعندي حاجات مش موافقة عليها كتير جداً وغنيت اللي ده واضح في إشارة مرور بكل قناعة غنيت إن خلي بالك الناس ما بتنساش الناس ما بتنساش أه أه تمام يعني ماشي هوكي ما بتنساش هاتيلي بقى حاجة النظام ده عارف التلفزيون المصري عشان أجيب لك بس حاجة كده وخديها بقى من محمد فؤاد مقلتهاش عشان محدش يزعل مني قبل كده يعني أنا لن أتعامل مع الحكومة أو النظام في قرش ساغ حتى التلفزيون المصري ما اشتغلتش فيه وما طلعتش كرنيه لدخوله إحنا ما قلناش شغل خاتبالك أمان ولا فلوس إحنا قلنا علاقة فين علاقة إيه يعني علاقة الفنان بالنظام بتصب غالباً صنعتها ممكن يكون فيه بقى حد فنان وانت تعرفيه مثلاً بيستفيد من النظام يعني إنما مش محمد فؤاد يا أنا مش محتاج حد يفيدني غير ربنا سبحانه وتعالى كما أبدأ بقى كما أبدأ غبي وما يعرفش ربنا اللي يقرب لنظام ويستفيد منه أياً كان فنانة وغير فنان بقى وفاسد وفاسد وربنا هيحسبه ويوديه نار خد المطرب لتجربة التمثيل مغامرة ممكن يخسر بيها رسيده الفني مش موافية طبعاً مش موافية مش موافية ليه؟ معلش طيق أقول للتانية أخد اثنين يعني أخد اثنين واحدة ببلاش استثناء الأستاذ عبدالوهاب تاريخ في السينما أستاذ الموكلسوم تاريخ في السينما الأستاذ عبدالحليم تاريخ في السينما أستاذ شدية تاريخ في السينما بس مش كل المطربين عندهم القدرة على التمثيل مش كل المطربين عندهم موهبة التمثيل شكرا للمشاهدة